من الصؤور بالقوات سيدنا المسيح مفعل مش غلط أبدا تنفعله أنا ما فيني أعتبر أنه حزب الله اللي هو العكسي تماما ما عنده شهده أو شهده سياء بيشبهونا وما بيشبهونا بتوافق عليه كل معاركهم بيبنوها على الفكر العسكري وما كان حزب عنده هيده الزراع إيراني كما تسمونه لما تحلفتوا معه يا دكتور بالألفين وخمسة قوات اللبنانية كان طالعة من الفريزر نعم من الاعتقال مش هي صاحبة القرار بـ 14 أدار من هو عدو لبنان اليوم؟ إيران أو إسرائيل؟ كل معتدي على لبنان ومعتدي على سيادة اللبنانية بيصبح عدوه بملف النازحين هل من الممكن أن تعترف القوات اللبنانية أنه بعد مرور كل هذه السنوات كان ميشيل عون على حق؟ مع أنا كنتوا السلطة هني كنتوا السلطة إن كانت تيار وإن كان حزب الله سامي جميل أو يومنا جميل؟ طروحاتها السياسية بعيدة كثير عننا بعيدة كثير ابنة مؤسس القوات اللبنانية طروحاتها بعيدة عن القوات؟ أين مشكلة؟ أين مشكلة؟ ما في مانعي؟ فادي ما سأت مزبوط؟ بس فادي سأت الترمينال حلوة من وين جايبتها؟ تلميزك يا دكتور هكتير دايقة مشاهدينا منحييكم بهالحلقة الجديدة من بودكاست اللي مستضيف فيها النايب الدكتور فادي كرام عضو تكتل الجمهورية الأوية أهلا وسهلا فيك يا دكتور شحياتي لألك يعطيك العافية مرسي الله يعافيك معودينا عليك بالحوارات السياسية عطول بتكون ضيفنا بالأو تي في اليوم هيك حوار ما رح يكون شوي ما رح يكون كتير تقليدي وكتير سياسي حلو أول جزء هيك رح نروح على الجانب الآخر من دكتور فادي كرام رح نرجع نحكي سياسي أكيد ما فينا أول شي بدك تخبرني بعدك عم تخانق العالم على تويتر على أكس ايسا لكن شو شو فيه صعبة بعدنا منقول تويتر صح خربطنا إيلون ماسك بقى لا مش العالم أنا ما برد على الكومينتز بيجيني كتير كومينتز من الإهانات والشتائم ومن التهديدات وكزا لا ما برد الكومينتز بس ايه وقت فيه موقف سياسي فز وغلط كتير ايه طبعا أنا ما يعني ما برحم شو قصدك كنت تشارعني لقلي كنت جاوبك على تويتر انت انت مش مين مكان يا عمي مرسي لا بس عندك هيدا الخاص لا بتعمل نقاش سياسي على المواقع على التواصل لا لا ما بعمل نقاش سياسي على التواصل بس الأشخاص اللي يقلون علاقة بالسياسة واعلميين قد ايه يكون في نقاش بيني وبينهم وبكل احترام طبعا طبعا مع انه مواقفك حدة كتير صحيح يعني منك من الناس الدبلوماسيين او الحمائم انت من السؤور بالقوات دعني نصلح انا دبلوماسي كتير بالحكي يعني بإصدار الكلام او بالشكل ولكن يعني قاسي كتير بالفكرة هايدي دايما هيكي باعتمدها فكرتي ما بسير فيها بحكيها متل ما هي واللي بدي تناقش أنا وياه بنبسط يكون عنده كمان فكره عميق بفكره بحب اني ناقش بعمق بالموضوع اما بالشكل يعني بكيف بحكي لا دبلوماسي وما بتجاوز حدود اللياقة بتعتبر غلط يعني الانسان وقته ينفعل او ابدا مش غلط سيدنا المسيح مفعل مش غلط ابدا تنفعله اذا كنتي صادق بتنفعله اذا عم تحكي بس من العقل وعم تحكي بس بحسبات معينة وهدفية خاصة منا عميئة ممكن تضلك بدون انفعال بس بالامور الوطنية والامور اللي بتخص وجودنا وبلدنا ونحنا منا بوضع جيد نحنا منا عايشين مرتاحين لما نكون عايشين مرتاحين وبلدنا مستقر ووجودنا مأمن وأجيال قادمة باقية هون مفترض نحكي برواء اكتر ونمرق شوي لبعضنا بس اليوم ما فيك نحنا بوضع مصيري جدا وجودي لا سبب لا أنا بعملية الانفعال بتطلع من قلبي لأنه أحسيسي أنا بحكي من القلب ومن العقل واضح دكتور حضرتك حكيم سنان صحي صحي بدي أعرف بس كيف جيت على السياسة في خبرية بصلح لي بتقول أنه حضرتك أول شي من الكورة وكل الناس تعرف وأنك من بيئة قومية صحيح هذا الشي مش أنا شخصيا من بيئة قومية أو عائلتي صغيري يعني بي ومرحوم بي مرحوم أمي لا بس الجو اللي حولنا يعني عائلتنا ورايبيننا كان فيها من القوميين القدامة يعني اللي علاقة بنشأة الحزب القومي وبمسار الحزب القومي صحيح وفي كتير من أصحابي قوميين اللي ربيت أنويين وتعلمت أنويين ونشتغلت أنويين ونستأت أنويين في كتير بس هايدي ما ألا علاقة لأنه أنا دايما بفصل بين الصداقة والعلاقة الشخصية والانتماء الحزبي حتى الانتماء الطائفة يعني أنا عندي أصحاب كتير أقراب من غير طواقف ودايما بلتقي أنويين هون وعندي كتير أصحاب من أحزاب عكس القوات اللبنانية ودايما بلتقي أنويين هون وبكل احترام نحكي مع بعضنا ونحترم فكر بعضنا وأكيد بدون كيف بدو يقول بدون تكاذب يعني نحكي فكرنا مثل باوي بس بدون إهانات بدأ أرجع لها الفكرة بعض شوي بسياء حلقتنا بس لكفي معك شوي في حدا قال لي أنا كنت متأثر بأنطونس عادي هذا الشي مش صحيح؟ ما في شي اسمه تأثر بأنطونس عادي بس بس كله كتير مقالات أوكي؟ وبذكروا بمقالاتي لأنه أنا بكتب يعني أنا عندي مقالات وعندي وحتى ذكروا بمقابلات تلفزيونية يعني ما عندي العقدي أبداً أنا متأثر أكثر بشار ميلك الحياة نعم بشار ميلك ولا ألفت النظر أنه شار ميلك وأنتونس عادي كانوا أصحاب فكريين يعني كانوا يتنائلوا الأحاديث والأفكار ويهدوا بعضهم الكتب فأنا بحب هاي العلاقة فأنتونس عادي أنا بحترمه كتير كرجل فكر ومفكر كبير وما بدي أقول فيلسوف مفكر كبير بس لا ما بوافق على الحل اللي طرحوا للمعضلة اللي عم نعيشها بس اللي عم نعيشها يعني هو شافها قبل بمئة سنة أوكي وبعدها مستمرة المعضلة صحيح بس أنا ما بوافق على الحل اللي اقترحوا بروع على حلول أخرى هذا اللي كي بدي أسألك هي أنه أنه أنت دكتور بالقوات اللي هي فكر يناقض تماماً فكر أنتونس عادي عمد قللي بيحترم هذا الفكر طبعاً بيحترمه كمفكر بيحترمه كحط أصبعوا على الجرح بيحترمه على أنه فكر يلاقي حل نعم أوكي بس لأ مني موافق معه وبيقدر احترمه وموافق معه يعني ما بتتعارض مع بعض القصة وبعدين في كتير من الأقوال اللي قالها كتير مهمة يعني أخدي من هلأ أكتر شيء أكتر شيء تبدور على ذهني هلأ مثلاً وذكر الحقيقة الدكتور سامير جعج عم من حواله شهرين بأحد مقابلاته لما قال لماذا حل هذا بأمتي فما في شي هيك بيجي بالصدفة كل شيء نعمله مندفع سمنه بعد شوي أو منقبط سمنه بعد شوي بالمعنى الوطني والمعنى السياسي فأنتون سعادة شايفة هي شايفة أنوا رايحين على انهيار ومعو حق يعني هذه ما بخالفوا فيها هلأ هو شو الحل اللي يطرحوا لأ أنا ما بو يفوق عليها واضح أهلك ما كانوا كتير يحبوا تفوت بالسياسة صحيح وما كانوا يحبوا الجو السياسي برافو عامل الهومولك طبعي ايه منبش منيح عزبتني قلتلك عزبتني لأنه ما في كتير قصص بس لا منبشي وهلا صحح لي إذا في قصص بش دالية ايه لكن مش ما في قصص بس نحنا ما تعودنا بالعائلة إنه هيك نستعرض بقصص عائلتنا أوكي ليش رحت على السياسة طالما عادة الفرد بيتأثر بجو العائلة إذا جو العائلة ما كان يحب السياسة شو اللي أخدك وتنغمس هالقد بالسياسة ووصولها للنيابة يعني حلو مش قليل حلو كتير لكن أهلي كان كل همهم وولادهم يكونوا مربيين صالحين مؤمنين ويحبوا وطنهم تربية تقليدية وخلو نقول لك الشغلة هالي الكورة أكتريتن هيك تربيتن يعني لهذا السبب كان من الصعوبة دايما إنه الأحزاب سابعا ربما هلأ اختلفت شوي سابعا كان صعب كتير كل الأحزاب بتلاقي حزبيين بالكورة مناصرين أوكي بأيدوا بالانتخابات أوكي قريبين للحزب أوكي بس مش مطلعين بالعمل الحزبي نا أوكي لأنه أكتريت تربية أولاد الكورة هي تربية مسالمة ومثار الأحزاب في لبنان كان مسار دموي ومثار مشاكل وقصص فكان التربية التقليدية اللي أخدناها نحنا شو بدك يا أبني تفوت بواجه على الرأس وتعمل سياسة وما بعرف شو خليك أنت مواطن صالح محدا بيجي عليك ولا تجي يصوب حدا كذا هالتربية كنت عم بيخدها ببيتي بس أنا بطبع من وقت ما أخلقت ما بعرف في شي ما بعرفه أخدني على النواق سياسي كنت حب كتير الجغرافيا وعندي الوريانتيشن تبع الجغرافي وحب السياسي كتير هيك إقرى سياسي وطلع بالأمور الوطنية حتى أمور عالمية يعني من كان عمري 11-12 سنة إقرى سياسي دايش افهم وقت ما بعرف بس أنه كنت هالأدل هلأ اللي خليني أكتر ولع هالشغلي أكتر هي لحظة لما انقسم الجيش اللبناني بالخمسة وسبعين كان عمري يعني 14 سنة فبوقتها كنا ببيتنا بترابلوس وكان في حد بيتنا في مكتب الحزب من أحزاب الحركة الوطنية كان غانم دبابة للجيش اللبناني وعليها العالم اللبناني طلعوا عنصر منهم سحب العالم حطوا على الأرض ودعسوا شرقت عندي وبكيت يعني بكيت وبهاللحظة غمرتني والدتي المرحومة والدتي وقالت لي ما تزعل لبنان باقي من لحظة بتذكر يعني هال بشعروا أنه أنا صر تقرأ أكتر سياسي تعرف ليش داعس العالم؟ أنه أنا ربيت بالمدرسة ببيت أنه نحب العالم وننشد نشيد الوطني وغيره ليش داعس العالم؟ شو السبب؟ وهيدي برجع للمقولة أنتون سادي أنه لماذا حل هذا بأمتي؟ أنه ليش؟ أنه في سبب تدعس العالم أنا دايما إذا بشوف حدا يضرب حدا بقول ليش؟ ليش دربوا؟ ليش دربوا؟ فطلعت هيكي ولها السبب طلعت طلعت الطبيب بنيهي لأن فتش على الدايغنسي بشخص قبل معالج فريحت على أنه ليش؟ صرت أقرأ ومن هنيكي صرت أدخل أكتر والحقيقة صرت تعاطى مع ناس من عدة أطراف فجذبتني أكتر فكرة حماية لبنان والأرزي وبقاء لبنان وكذا اللي هو أخدت بإتجاه خط التقرب للكتائب بذلك الوقت ما في قوات وسفرت وكان رجعت بيانة القوات وكذا ورحت بالإتجاه أنت بفترة الحرب كنت خارج لبنان؟ صحيح قصم من فترة الحرب كنت خارج لبنان وما كان عندي أي انخراط عسكري؟ لا عسكري ولا حزبي ولا شيء ما كان حتى حتى حزبي؟ لا لا أبدا أبدا ما كان عند إلي شيء أنا فعليا بلاشت أدخل بالعمل الحزبي يعني أول لقاءاتي مع الحزب والمسؤولين بالحزب القوات هي كانت بداية السبعة وثمانية 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 كنت ألتقي أنا ويوم بس مني عمليا بالحزب أوكي تا رجعت طورت الأمور وأخذت تعرفين نحل الحزب ونمنع بالتلاجة يعني في ذلك الوقت واللي كان يبين يروح بآخر ديه يعني يا ينكب بشي وادة يا يروح بشي صندوق سيارة يا ينتهي بسجون سورية وأكتريت شبابنا تهجرت وسفرت فبهديك الفترة كان نهولدون يعني ما شي بس كنت دايما نلتقي أنا والشباب ونحكي ونشوف شو ممكن سير فينا وزراح البلد وراح لبنان ما راح لبنان ومش بس قوتيان يعني نلتقي مع عونيين وكتائب وكذا بهديك الوقت تا كان رجع الدكتور جاجع على العمل السياسي ورجع الحزب على العمل السياسي وانا بيديك الوقت صدفة انو جيت نقيب أطبأ أسنين بالشمال فما كان فيني استلم مهمات حزبية لأني نقيب واللي انتخبوني مش بس قويت كان من عدة أطراف سياسية فما سمحت لحالي جير مركز النقيب إلى حزب القويت لبنانية لأنوا انتخبوني عومية وانتخبوني مردية وانتخبوني عونية وانتخبوني قويت كلهم انتخبوني يعني فمع ما تخلصت فترة النقابي 2008 بلشت استلم مهمات حزبية وكانت أول انتخابات لألك الانتخابات الفرعية صحيح 2012 صارت 2012 بالكورة واللي ربحت فيها بس بدي أجع سؤال بسيط للرواية اللي صارتها لأنك جاءت تأثرت كمان بعد مرور كلها السنين على موضوع العلم ما رح لك تسمي وما بدي تسمي بس هيدا الحزب يعني الشخص الحزبي اللي كسر العلم أنتو اليوم فيكن تكونوا حلفة معه بالسياسة صحيح الظروف في ريتا السياسية هي متحركة ما في شي سابت بالعمل السياسي والاجتماعي إلا التحرك هنجد أنك ديبلوماسي لا خاني أقليك لكن ليس قصة ديبلوماسي بس هي شي طبيعي لأنه هن يغيروا كمان هن يغيروا ونحن غيرنا وغيرنا غيرنا يعني بس المهم بالأساس يعني التحالفات تتغير بس الأساس شو هو وممكن كتير يكون في أطراف تعرفي في كتير أحزاب من الحركة الوطنية راجعت نفسها طبعا ويني الحركة الوطنية لو بعض الحركة الوطنية مصرين على مواقفهم من الخمسة وسبعين ولهلأ ما كانوا صاروا أربطاش أدار تلت ترباعهم أنت بتعرفي أربطاش أدار هي تركيبة واسعة كبيرة وأكتريتها كانوا يساريين يعني كانوا بالحركة الوطنية فهدي شي كتير طبيعي بس على أنه متزيحي عن الأساس طيب دكتور ما بدي يكون سؤالي سائل بس رح أسأله طيب حضرتك دكتور طبيب أسنان دكتور جعجة بتعيطوله دكتور بوقت هو منه حائز على هيد الشهادة بيزعجك بتفكر فيها ولا لا أعابي لا تجي على بالي بس هو مش دكتور معالج يعني هو مش عم نعطيها اللقب تيروح يعالج بعيادة أكيد هو من قلله الحكيم يعني هو كلمتنا الحكيم بس هي بلشت لأنه كان عم بيعمل طب وكان واصل لنهاية أنه يدخل بالاختصاص يعني فعليا هو كان فيه يعمل طبيب ما في شي بيمنعه لأنه كانت علاماته تخوله إيراته قدرته العلمية تخوله ما في شي بيمنعه شو في أهم من أنه بيع كل هاي الحياة وراح يدفع عن وطنه بطريقته يمكن أنت ما بتوافع طريقته بس هو بطريقته بإيمانه هو مؤمن أنا مثلا اليوم ريتا أنا ما فيني أعتبر أنه حزب الله اللي هو العكسي تماما ما عنده شهده هو شهده أوف أي طبيعي هو شهده هو شهده شهده قضية أنا ضد هاي القضية وأنا بعكسه تماما بس هو شهده هو شهده لأنه هاودي عم بيموتوا كرميل قضية مش عم بيموتوا كرميل زعراني ما أو قصة ما هيك خفيفة أو عالق بالحي هو عندهم قضية إديولوجية عم بيموتوا من أجله هني شهده شهده قضية بس خطابك بيختلف عن خطاب شخصيات أخرى داخل القوات اللبنانية ولا تعتبر أنه من يسقط من حزب الله هو شهيد هلأ فجأتني قلت لي أنه تعتبرون شهده لا ما تتفجأ أنا أقيل عدة مرات بالوسيلة أنا أحترم شهداء كل حزب لا أحترم ما بدي قول لا أحترم لا أوافق ما هو العلاقة البشرية؟ العلاقة البشرية هي احترام تعرف ما أقول شهر ملك؟ أن أهم شيء هو أدب المعاملة، أدب المعاملة، كيف نتعامل مع بعضنا وعيشين على أرض وحدة ويكنف دولة وحدة، صحيح منا دولة بس أنه اسمها دولة بالنهاية، كيف نحترم بعضنا؟ نحترم بعضنا، نحترم أضايا بعضنا، نستطيع أن نصل لتفاهم وطني بالنهاية، كان يقول عنه الشيخ بشير الجميل شهيدنا، يقول ليس المهم نعمل تسويات مع بعضنا ونبيع حكي لبعضنا، المهم نعمل تفاهم وطني، تفاهم وطني بيجي بإحترام قضايا بعضنا كل واحد من زاويته شو عم يطرح، فله السبب أنا أعتبر أنه ترجع لسؤالك الأساسي اللي هو نعم نحكي عن الطب ليك وين صرنا؟ ايه صحيح بس أنه قلت لك فاجأتني أنك اعتبرتم شو هذا؟ له السبب وعملية الطب، العملية الطب ليش تنتقل؟ لأنه هناك سؤال دائماً، أنه كيف طبيب جعلت على فالدكتور جعجع هو طبيب بس شيف وطنه ومجتمعه عم بينهار ومهدد ومعليك معلوماتك ريتا أنت أكيد مطلعي بس ما كنت به ديك الوقت موجودة كان في جحافل طحشي على مناطقه لدكتور جعجع تتحتلة وتلغي له سقاطة تتغلي له وجوده طبيعي تدفع عن حالك اليوم أنا طبيب أسنين شو بدي منها الشاركة فيني ضني بعياتي وقول شو بدي أنا من السياسة بس ما هو من نقصة سياسة تقليدية عادية هو دفاع عن الوطن والوجود أنا حسات نفس الشي يعتبر اليوم عفكرة حزب الله طبعا بس انتبهي تعتبره زراعة إيرانية بس مع الفارق أنه مش أنا مهدد لوجوده بس هو زراعة إيرانية طبعا هو زراعة إيرانية لا نقاش فيها هو اللي بعترف فيها هو اللي بيقولها وهو بيقول أنا سلاحي ومالي وفكري وكل شي من فكر موجود بإيران يعني هو مش عم بيقول أنا صرت إيراني الهوية والجنسية لا أنا لبناني الجنسية بس فكري من هنيك سلاحي من هنيك ومالي من هنيك ما فينا نجي حرام حرام نسخف أو نوطي مستوى الفكر العالي هو هنيك هو هذا فكره هذا إيديولوجيته هستراتيجيته هو هنيك ولكن يدافع عن لبنان لا هو يدافع عن فكره في لبنان هو عنده مشروع في لبنان لحظة قلت لي هني اللي سقطوا شو هدا شو هدا لقضيتهم الجنوب جزء من لبنان ولا لا خير ما الجنوب جزء من لبنان حتما نحن عم نطلب يكون جزء من لبنان بس هو اللي فاصله عن لبنان لأنه هو يحولوا لساحة لسلاحه ولستراتيجيته اللي مرتبطة بالستراتيجية الإيرانية ووحدة الساحات فله السبب ما مين قرر انه هو يربط وحدة الساحات نحن قررنا شي عدنا بمجلس الوزراء قررنا بارح نزلنا عجلس عجلسة مجلس نوات وقررنا كلنا مع بعضنا انه الوجود السوري غير الشرعي باللبنان يهدد الوجود اللبناني ومفروض نتحرك كلنا سواء كدولة كحكومة كأجهزة أمنية كأجهزة بلدية كسيسيين تننتهي من هالقضية هيدا قرار استراتيجي لبناني ندافع عنه ونقول أخذنا كلنا مع بعضنا أما فتح الحرب من جنوب لبنان ووحدة الساحات شو خاصة فينا؟ نعم هو يعتبر انه عم يعمل حرب استبائية يعني غير وحدة الساحات انه هو غير انه يخفف الضغط عن غزة نعم هو ذهبته إلى مسار فاطمة بسوريا هيدا دايما إذا بدنا نجي نلاقي على حجة العقل البشري شاطري كتير بأنه يلاقي فتاوة لخدعته هذا العقل البشري شو الفرق بين الحيوان والإنسان؟ الإنسان دايما عنده عقل يبرر جريمته الحيوانة بيعمل جريمته تياكل ما بيبررها بده يأكل فالإنسان هيدا الفرق بينه بين الحيوان وأكيد فرق كتير بس إنه عم بحكي هيدا هيا أساسية الحزب الله دائما يريد أن يبرر عمله بحجة ما بيقبله بعض اللبنانيين أو بعض المتحالفين معهم اللبنان طي يريحون كمان بس هو فعليا يخود حرب استراتيجية إيديولوجية ابتداء من طهران إلى العراق إلى سوريا اليمن وفلبنان ويريد أن يمتد إلى أكثر من هيك لأنه ما بيعتبر في حدود بين الدول لأنه بالنسبة له الحدود هي بينه هو كستراتيجية إيديولوجية وستراتيجية إيديولوجية الأخرى اللي اليوم هي إسرائيل أما نحنا فبيعتبرنا أنه بحقلنا بس نعيش من ضمن إيديولوجيته يعني هيا بده كتير نقاش ورح نقشك فيها بس بتاني جزء من حلقتنا لأنه تلك تاني جزء لإذا بدك الحكي السياسي والملفات الدهمة من ملف الحدود للألف وسبعمائة واحد لملف النسحين يعني كل الملفات بس تكفي معك شو بالجول حلو هلأ هيك هيك مرتحين على أساس نحنا وصغارك في دعاية على التيفي أكيد تتذكرها فادي ما سقط مزبوط بس فادي سقط الترمينال لا مش صائد الترمينال أنا صائد الترمينال عاوزو بلغو شو قصتها هل هيدي ما العكس أنا طلعت بالترمينال من الأول وكان في شهادة كانت الشهادة اللي قدمنا علي البكالوريا وقتها نحنا كانت سنة التسعة والسبعين وقت اللي كانت أول مرة بعد الحرب الأهلية عم بيعملوا شهادة فعلية كان وقتها وزير التربية الله يطول بعمره بطرس حرب اللي قلت له مرة أنا هيك بالباب المزح عبد جادل أنا ويبشي قلت له أنت مضي لي شهادة الترمينال اللي أفف يلعن الساعة من باب التنكيد بقى وقت قدامنا سنة تسعة والسبعين كانت أصعب شهادة بعد الحرب الأهلية لأنه بتتذكري كانوا يعطوا إفادات لغيوا للشهادات كانت أول شهادة عودة للشهادات فكانوا بدون يسبتوا وزارة التربية أنه جدي القصة فشددوا كثير بالتصليح وبالفحوصات فنجحنا وقته كان النجاح شي لا يتجاوز 4% بالشمال وكان بكل ترابلس مدارس ترابلس نجحنا اثنين أنا وزميلتي جانا بركات من بشمزين الوحيدين اللي نجحنا وقته وشو قصة فأزا الترمينال حدا قال لي أنه في قصة من وراء الترمينال طلع اسمك ما طلع اسمك أخدتش هادم حلوة حلوة من وين جايبتها تلميذك يا دكتور كثير ضيئة شو هي؟ كثير ضيئة نعم شو كان تتذكر معنا عطيوني رؤوس أقلام حلوة عطيوني حلوة بس كثير يعني هاي كثير عائلية القصة شو هي؟ بتقليك شو صار وقت تتذكري كانوا يعلنوا النتائج الشهادات على الراديو ويطلع دكتور ما بتذكر بس بعرف نعم انتي بات بس كانوا يعلنوا على الراديو كيف كانوا وقتا يحكوا طريق أمني وسلكي هيك كريا يطلعوا فيمروا على الليجين لجنة وأولى لجنة تانية لجنة تالتي وصيروا ينهوا الليجنة ويعملوا دعاية ويطلعوا على الليجنة تانية وصيروا بالأرقام يسموا الناشحين مسلا واحد خمسة معناتها ثلاثة أربعة ساقته مصبوط ثلاثة أربعة ساقته فاجوا على الليجنة العاشرة نحن كمنا الليجنة العاشرة كان رقمي عشرة تاليف واربع مئة وخمسين صدري أو خمسين أو هك شي ثلاثة وخمسين خمسة وخمسين هك شي هك شي شي ملفت وماشيين وكان سقوط كتير كبير عم بقليك أربعة بالمئة النجاح كان 4.4 كان النجاح وماشيين وصلوا على الليجنة أنا كوالدي المرحوم والدي في حدي كان أخوتي وعيتي كانوا مسافرين بس كان يعني أمي وهي فكنت قاعد أنا أولاد خالي ووالدي ومرأوا على الليجنة العاشرة وصاروا يسمون 9000 كذا 10,100 وفق 10600 وقال أكلنا الصدمة أنا قطت والدي off قطلع بالسيارة وراح عنده كأن شغلي واجب شوية بتطلوا على الدعاي ومشون بعض الدعاي برجع بيرجعهم بنعتذر إنه سقطheard سهوا إنه بعض من الليجنة العاشرة بعض في نجاحات وأول شي فيبعل برقمي عشر تاريخ وكذا أمنح ما أخدت معك وقت كتير صدمة الصدمة كانت يعني شي ثلاثة دقائق مش أكتب من هنا رح نروح لأول فاصل بحلقة أهلا وسهلا فيك بعد الفاصل كله عندي كتير من الملفات السياسية خليكن معنا مشاهدينا بعد البريك مشاهدينا تنتابع سوى هذه الحلقة دكتور كرام نرجع من رحب فيك معنا بتفضل لأب دكتور أو نايب يعني بقلك سعادتك ولا دكتور ديك بتعرفي ما كتير بيعني للألقاب أنا يعني إذا بتقولي لي فادي ما بكون زالان بس عريحتك بدك يقولي طيب دكتور أنا بس هم بترابلوس بيعيتولي النائب يعرفوني أكتر شي كنائب بريحك قبل الفاصل قلت لي أنه تعتبر حزب الله ذراع إيرانية نعم زميلك بيقال كتلة النائب ملح مرياشي بيقول أنه أنا أرفض أنه سميه حزب إيراني لا هو حزب لبناني صحيح هو منو حزب إيراني هو حزب لبناني وعناصر لبنانية ولكن زراع إيراني لا يشكك أبداً باللبنانيتهم ولبنانية مثلي ولهن يشككوا باللبناني وما بدنا نخوّن بعضنا منظرها ولا منحتكرها هذا القصة في غيرنا مثلا الحزب الأومي السوري الاجتماعي إن لبنانيين مثلنا مثلهم ولكن عندهم فكر إيديولوجي علاقة بالقومية السورية وقت اللي كان القومية العربية طاغية على لبنان اصطدموا معها وتحالفوا مع اليمين اللبناني كميل شمعون والكتائب ضدها فهيدي إيديولوجيات هيدي فكر إيديولوجي مش معناه تخسر هويته ممتاز بس ما كان هيدا الفكر الإيديولوجي وما كان حزب عنده هيدا الزراع إيراني كما تسمونه لما تحالفتوا معه يا دكتور بالألفين وخمسة ولما قعدتوا على نفس الطاولة الوزرية بسلسلة حكومات متعاقبة هيدا خطأ من الأخطاء اللي تشاع وهي يعني ما بتوصل لنتيجة ريتا كل شي بتعمل هاي القصص هاي الاتهامين كل شي بتعمل بتعمل تباعد بس لأنه بصير كل واحد يلا عم فتش على شو ما كان تصيب فلان أو أنا بدي فتش على شو ما كان تصيب التيار والتيار بدي فتش على شو ما كان طي يصيب القوات طي يحطم له صورته خلني نرجع وضحها هايدي ويمكن للمرة الألف ليتا بهدي كل وقت قوات اللبنانية كان طالعة من الفريزر نعم من الاعتقال مش هي صاحبة القرار بـ 14 أدار وكان بالكادة بعد عندنا أجهزة وحدا عم يعمل سياسة ومبعد ما منعرف شو بدنا نعمل والحكيم رايح يتحكم وكذا يعني منا ما لتحقتوا بقرار 14 أدار صحيح بس خليني يقليك شارع بس بس حتى لا توليم 14 أدار لأنه شلي صار بـ 14 أدار دغري كان حتى بثورة الأرز بلحظة ثورة الأرز بالنهارة صار يقولوا بعض قيدي 14 أدار أنه بدنا نتفهم نحن وحزب الله لأنه كان في خوف من الحرب الأهلية والتصادم الداخلي من هون من هالمنطلق ولأنه الجنرال ميشيل عون بذلك الوقت كان عائد إلى يأخذ دوره الشعبي الكبير اللي كان عنده يهيه والتأييد الشعبي الكبير وجوه 14 أدار كله ضد إنه هو يجي رئيس جمهورية فكانت هون لعملية التفاهم تتمنع ميشيل عون يجي رئيس جمهورية من هالمنطلق صار فيه هالتفاهم بين حزب الله و14 أدار على تركيب وقته لائحة ما انحصرت فقط في بيروت بس ببيروت لأنه هي طبقت ببيروت بيروت وبعبد لأنه هي الصورة الأساسية صورة العريف عين بيروت وبعبد أما في الأطراف وفي المناطق الأخرى فحزب الله عطى التيار الوطن الحر بكل وقحه بس لحظة يعني دعم التيار الوطن الحر بكل وقحه بس ما رأيتش مهم عفوا لو قطشتك دكتور تتذكري كلمة سونامي مشتنمنا وصول ميشيل عون مشتنمنا مشتنمنا نحنا ما كان لنا أربطعاش أدار أربطعاش أدار وقته ما كانت موفقة على ميشيل عون يكون رئيس جمهورية ووقته بتتذكري كلمة الشهيرة للاستاذ وليد جمبلات سونامي عون جاي شي طبيعي كانو عندن رفض لكو الرايس جمهوري وكان حتى حزب الله و هل حوله مش موافين على الوسط تبليش القوات اضطرت تنخرت بهيك شي شرحت لك وضعيت القوات قلت اللي قلت اللي ظاهر رئيسا من السجن كان بعدها شو عندها كان عندني أربع نواب أربع نواب كانوا وكان بعدنا يعني ما في عنا لأجهزة ولا مركز ولا قرار ولا شي فدخلت أربطعش دار بهتسوين بس مفروض بهيديك الفترة عم نفكر على العالم تكونوا ايه بس بوقتها هذي اول انتخابات بعد الانسحاب السوري يعني مفروض تكونوا كنتوا بوضع اريح بكتير اوه كتير مريحة نطالعين بعدنا بالنص بالاعتقال في عنا قياء القادة بالاعتقال بعدنا ما عنا مركز نحكي مع بعضنا معنا شي يعني نحنا بهيديك الوقت بالكاد قدرنا فوتنا مرشحين على لواء 14 ادار هالأد يعني كان وضعنا صعب يا ريتا يعني صدقيني كان بيطلع يعني كان عم بينحكم معنا بأن يعطونا نيبان هالأد يعني كنا بعدين صرنا بالمفاوضات أنه لا أربعة مش مش اثنين طيب ليش هالطريقة دكتر بـ 14 ادار بوقتة لأنه نفس الشي صار أيضا مع التيار الوطني الحر أنه كان فيه أنه منعطيكم هالأد وقته ميشيل عون الرئيس ميشيل عون اختلف معه على هالنقطة طبعا ما بدي حاكم هالفترة بس ليش هاي دي يعني فينا سمية فوقية شو يعني منعطيكم نيبان وبيطلع لكم نايب بيطلع لكم ثلاث ترباء بالنسبة علاقة القوات مع 14 ادار كانت هيك يعني كنا عم بلي كنا احنا كنا عم نرجع وكان بعض فيه أطراف من 14 ادار متخوف من القوات اللبنية يعني منها كتير مرتاحة القوات اللبنية تكبر خلينا نكون صريحين يعني وفي منهم بيعتبروا أنه هل قدي حجم القوات ما أنا حجم أكثر من هيك خلينا شو بدي هايدي خلينا نحطها عجنب العلاقة مع التيار مختلفة لأنه التيار كمان هو بالمنفى كان في عنده علاقات مع جو 8 ادار ومع أحزاب اللي التابعة للنظام السوري يعني فهذا بيستدعي تخوف كمان يعني 14 ادار ما خافت من لا شيء كان في شي مش مريحة وكان مش كنا اللي كانوا بالجو السوري يا دكتر صارو ايه معيك حق معيك حق مئة بالمئة ايه ما عم بليك لا بس ما هيدي هيدا الجو هلا ما فينا نحنا نقاضي نحاكم بيدي كل فترة كل واحد كان عنده هلا لم تخطئ 14 ادار اخطأت بعدة شغلات يعني مش ضروري كل القرارات اللي اخدتها كانت مظبوطة بس كمان بيتصوري 14 ادار بشو مرأت يعني هي الوحيدة اللي مرأت باغتيالات يعني هيدي ما نهاين يا ريتا يعني 14 ادار في قرارات اخدتها تحت تحت هول الاغتيالات يعني معني شي ما نظلم كمان انا مني موافعة كتير من قرارات 14 ادار انا حتى وقت بعمل محاضرات داخلية داخل الحزب ونسأل عن كتير من هيك امور امور تانية كمان انا بقول بخطي 14 ادار بقراراتها بكتير من الامور بس كمان خلينا نشوف انو هي تحت كانت تحت هول الاغتيالات وقسم كبير منا هني مش بطبيعتهم ميليشيات هني بطبيعتهم سياسيين عاديين يعني بل كاد معه وشوفيره يعني كمان بديك تفهم يا هودي انو تحت هول هيدا الضغط الكبير والاغتيالات قد يكونوا انو اخدوا بعض القرارات اللي مانا كانت صائبة وما في بعض نظر فيها بس كمان ما كانت ترك ببينون وبين الجنرال مشيران دكتور قبل شوية ما رأتلي بالحديث انو يعني في قصص بتنحكى بتزيد التباعد وانو ما في مننا طائل اليوم البعض يعتبر انو مواقف القوات كلها تصب في هذا الاتجاه يعني وكأنو اليوم القوات تريد ان تصنع من نفسها رأس حربة بمواجهة حزب الله حتى حضرتك الديبلوماسي كنت كتب مقال بالنداء الوطن اذا مني غلطاني حكي في عن مواجهة بين قطبين هيدا الحديث قديش يؤدي لتباعد وهيدا نهايته شو فينا نعيش بلا بعض حلو كتير منيح عظيم هيدا سؤال كتير كتير عمين ايه ودايما نحن منسأل حالنا هل في شي لاحظة لازم يكون في قناة اتصال بيننا وبين حزب الله فعلية جدية لا بتواصل نواب مع بعضهم اكيد اكيد بس فعلا قناة اتصال فعلية دايما نسأل حالنا هالسؤال ما بدك الطرف الثاني شجعي كمان ما بدك الطرف الثاني يجي يقلك انا تخليت عن ايديولوجيتي اللي هي الغائية للك تاقدر قاعد معه ما هو ما ما عم بيعطي اي اشارة بهذا الموضوع حتى بما من ترشيح رئاسة الجمهورية وين عم بيحترم الاطراف الآخرين قال لك هذا مرشح ايه وتعه حاور بشو ما بدك بس مش بالمرشح حقه يكون عنده مرشح حقه بس بيرو عالجلسة ويا بيربح يا بيخسر وخسر هو مرشح نتقاطع جيب اعلى منه ومن اصوات ما خسر هو طيب فازان ريدتا تحتى يكون في هالحوار الوطني قلتلك قبل شوية الشيخ بشير جميل قال بخطاب القسم تبعيله انه منا عم نبحث على هيك تواصلات وانت راجع من هون نبحث عن تفاهم الوطني تفاهم الوطني بده يكون اديولوجيتنا وستراتيجيتنا وطنية لبنانية مانا مرتبطة باستراتيجيات وبسلاح اخر وبحروب ووحدة ساحات فازان انا لما بقول ماني انا ما عم بحتكر مواجهة مع حزب الله ما عم بحتكر ومين ما بده يجي يتواجه بالسياسة عندنا ما حدا يفسد شي تاني انا ما عم بحتكر ما عم بقول القوات احتكرتها بس القوات عم عايمة فيها وحاملتها عكتافة هاي القصة اي طرف تاني بحب يجي يكون بهذه المواجهة ما في مشكلة بس انا اؤمن انا اؤمن انه اليوم مشكلة لبنان الحقيقية ما عم نقدر نعمل دولة وانتبه مش عم بقول الفساد والمصارف والما بعدش كله بيحملها لا بس عم بقولتها ما نقدر نعمل دولة لانه في دولة اللي هي مرتبطة بوحدة الساعات بالمعركة الاستراتيجية الايديولوجية بس انا سؤالة لحضرتك اليوم طالما حضرتك صحح لي مقتنع انه ما حدا بقدر يلغي تاني بهذا البلد بالمية بالمية مقتنع بهذا الشي يعني ما في مجال الا بدنا نتفاهم طالما هيك يعني الخطاب التحريدي ضد بعضنا البعض شو بيفيد غير انه مشكل بالشارع فتنة من هون دم من هون انا ضد الخطاب التحريدي بس انا بيمكن ما بتقولوا عنه زراع ايرانية هيدا مش خطاب التحريدي دكتر لا هو عم بيقوله ريتا انا عم بعترف باللي هو عم بيقول ولو السيد حسن صلوه عشرية سنة بيقوله انا عم بحي عم خاطبه باللي هو اعترفه هو قاله عن حاله وبيفتخر فيه افتخر ان اكون زراع لولي الفقه هو هيك وبرجع بلك هلا تعبير زراع ايرانيه هو مش كتير دقيق بستعمله رئيس الحزب بس هو مش كتير مش عم بقول مش ما عم نقوله بس هو مش كتير دقيق لانه هو مش الشعب الايراني يقرر يعمل حزب الله هو ولي الفقه وولاية الفقه وانتبهي مش عم بحكي بالدين هون ما حدا يطلع يقول انت هلا عب تتهجم على الشيعة انا باحترم الشيعة واصحابي الشيعة واللي ربولي ابني شيعية وكذا فما حدا يجي قليها ابدا وعندي اصحاب عم بحكي عن فكر استراتيجي إيديولوجي اسم ولي الفقه في السياسة استراتيجي سياسي ماش استراتيجي ديني حقهم بالدين ينشروا ودينن ويروحوا بيدينن ويروحوا ع أميركا وع kaç استراليا ويبشري فيدينن أنا عم بحكي عن الفكر الاستراتيجي العسكري هون اختلافي معون وهون انا معركتي انا وياهون هاي المواجهة بين قطبين وانا زا بتقري المقالب تتعمق فيها مزبوط هي فكر هي منها تحريد طيب دكتور سياء بيشبهونا او ما بيشبهونا بتوافق عليه ها 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 هلا لأليك شاري هون هاي مش بالسياسي هاي بالأيدي انا مثلا ما بحب اولى لانو بتجنبه خاني بتجنبه هلا ممكن اولى بجلسة مغلقة بحكيها بكل صراحة انا صريحة كتير ريتا ممكن اولى هيك بفورة غضب بجلسة مغلقة بس بتجنبه على بوسيلة الان بعتبرها يعني بتبعد وتعمل تشنج وكذا بس هي وقت اللي نقالت نقالت بعمل دنيء سيء مدمر كريه نعم اطلعت بها الطريقة انو هاو اللي تصرفوا هيك ما بيشبهونا واضح ها مش بالسياسي اي بس عم بتصير معلاش يعني انا بدي انطلق من اللي كاتبه هذه المواجهة بين قطبين بالسياسي حكيت عن الايديولوجيا عم بتصير كمانا وكأنه هي مواجهة مجتمعية وانو في ناس والله عندهم سقفة الموت وفي ناس عندهم سقفة الحياة يعني اللي من اللي مش هيدا شيء حزب الله السنائي يرفض تماما هذه المقاربة بس مش هنه مش ناس بحبوا يروحوا يموتوا لحقلك مش الناس اللي عم بتموت مش القاعدة مش الشعب هاو دي مثلي مثلهم اللي عم بعمق الفكر ويغسل الدماغ ويبعتهم على الموت ليتا كل بلد بالعالم كل مجتمع بالعالم عنده عنده شو منت منلتقي بكل بلاد العالم عندنا نفس الشغلة هي نصب الشهداء صح في شي بلد ما عنده نصب شهداء كل بلاد العالم عنده نصب شهداء ما عندنا مشكل بس يا ريتا شوفي قيادية حزب الله قيادين كل معاركهم بيبنوها على الفكر العسكري لما بتجي بتقولي لهم أنا فيني قاوم اقتصاديا وهيدي قوة لبنان كانت وهيدي القوة اللي كانت زعجة إسرائيل بيقولولك ما قلق ايميها يعني هني بالنسبة لقلون إذا معك سلاح أنت قوي اقتصاد مشي فلا السبب كل تركيزهم هو عسكر وموت ومن بدنا نموت وبدنا نقاوم وبدنا كذا طيب تمام سأل إسرائيل ع حدودنا نعم تفضل خلني كافي وماذا سأل إسرائيل ع حدودنا مش ضروري يكون في موت طيب كيف بتواجهها اهه هيدا عم بقلك أول شيء ما بحول ساحة البلدي ساحة للحرب فيني يجنب البلدي يكون ساحة للحرب إسرائيلي وكله هيدا ما عندي ساقة فيه ونحنا بنعرف كيف تتعطى إسرائيل بالأمور السياسية أصلا هلا قصة غلاف غزة اشتغلت غلاف غزة وحماس دمرت غزة ما هذا شعب ليش تريح تدمرتي وقتلتي ما أنت معاركتك مع حماس بالدمري وتقتلي يمكن في فوق الخمسين ألف قتيل وشعب شراتي ونهايتي غزة لأنه هي هدفة تنهي غزة يعني أخدت حجة تأنهي غزة هذا موضوع تاني والله عم تتوافق كتير مع خطاب المحور ما عندي مشكل أبدا وقتلبيحكم مضبوط أوكي تفضل دكتور بس هني مش هيدا خطابهم انتبه ريتا هني مش هيدا خطابهم هني هم يحموا حماس مش الشعب الفلسطيني أنا همي الشعب الفلسطيني مهم حماس وأنا همي لبنان مهم سلاح حزب الله انتبه فأنا اللي عم بقوله إنه إذا هني ما بيشوفوا المواجهة إلا بالعسكر هني عم بيروحوا على ثقافة الموت أنا بشوف إنه فيني واجهة إسرائيل مش ضروري بالعسكر فيني واجهة بالسياسة العالمية وواجهتها بالسياسة العالمية كذا مرة بتاريخ لبنان نعم وواجهة بالاقتصاد اللي هلأ شلحتني إياه والحمد الله من وراء سياسة المحور صرنا مطردين من الخليج وحلت محلنا إسرائيل معناتها نحنا صرنا قوتنا الاقتصادية شيحة ميشيل شيحة بيقول قوة لبنان في اللبناني الشخص اللبناني بيتفقه شار مالك عليها وفي اقتصاده نعم هاي القوة الاقتصادية خسرناها بسبب المحور لأنه تهجم على الدول الخليج تدول الخليج قالونا باي باي لا بتجرعنا هذا المحور صار بالإمارات لأنه عندي أربعمية وخمسين ضربتلي اقتصادي لمحور الممانعة ورايح هلا تتفاوض معن على بعض الأمور الأمنية مش معناتها هلا صارت الإمارات يعني راضي عن نظام السوري ولا نظام السوري حل محل لبنان بالإمارات لا إسرائيل فقط حلت محلنا كلنا ليش لأنه بالاقتصاد كاننا زعجينا يا ريتا من أكتر الأمور وأنا مراجع الفكر الإسرائيلي والمفكرين الإسرائيلي وستراتيجيين الإسرائيليين كان يزعجها كثير النجاحات الاقتصادية اللبنانية طيب دكتور تأختم هذا المحور من هو عدو لبنان اليوم إيران أو إسرائيل لا قانونيا شو بده قانونيا مواطن لبنان لاحظ جاوبك لاحظ جاوبك قانونيا إسرائيل ما دون نقاش ما بده نقاش بتتغير بتتغير بمجلس النواب مش أنا بغيرها على الشاشة فهيدي عدو ما في مشكلة كل معتدي على لبنان هو عدو لألي أنا مش إيران عدوتي أبدا كل معتدي على لبنان ومعتدي على سيادة لبنانية بيصبح عدو هيدا هيدا شو بسمو جواب غير مباشر لا هيدا مباشر غير مباشر يمكن هيك أختيها أنت بس هيدا كلام جدا دقيق فهمت أنا ما عندي عدوة مع إيران ولا مع سوريا أنا عندي عدوة مع أداء النظام الحالي الإيراني والنظام الحالي السوري مع لبنان رئيسة الجمهورية ملف النازحين ونحن بدنا ونحن فينا كل هول ملفات بعد الفاصل يلا مشاهدين على متابعة الجزء الأخير من حلقتنا دكتور فادي كرم مرحب فيك من جديد بدي فوت دغري بملف النازحين هل من الممكن أن تعترف القوات اللبنانية أنه بعد مرور كل هذه السنوات كان ميشيل عون على حق هايدي واحدة من الأمور اللي بتخلي التقاطعات والتفاهمات بين التيار والقوات واللي لازم تصير وأنا مؤمن فيها بتخليها تصير صعبة لأنه تلح علي لا مش عليك على المنطق اللي مش أنت أنت عليك بشكرك على أنه عم تعطيني مجالتها وضح الأمور بالعكس أهلا وسهلا فيك لأنه بتعرفي ريتها إذا ما توضحت هالأمور كل واحد بيتهم الثاني يعني بتعرفي وصلت وصلت بلوينين القصة أنه بصير أنا بكرة هريتها وما عز الله بكرة هريتها بقوم بشوه هريتها لدرجة أنه إذا حد عم بيسمعني بيجي بيشوف هريتها أنا مجرمة بتعرف عليها بتطلع منها مجرمة هريتها ما في مثلة ونعمة وقلوية فلا السبب علينا نطرح الأمور مثل ما هي نحن أول مرة إلنا أنه هايدي المسألة مش مسألة خطيرة وما لازم تتعالج وما كنا ضد أدادا معالجتها بالعكس نحن شجعنا على معالجتها بس يريتها مين بيعالجها هاي بتعالجها السلطة أنا ما كنت السلطة أنا مني بالسلطة لن مواقع بإيدي ولا الرئاسة الجمهورية بإيدي ولا المزراء بإيدي ولا الأجهزة الأمنية بإيدي مقاربتكم دكتور مقاربتكم لهذا الملف مقاربتكم السياسية لحفرجك إيها تفضل لأنه ما كانت هاي مش مظبوط كيف مش مظبوط مش مظبوط رجعي ريتا وأنتي بتبحث كتير منيح أكيد رجعي لخطابات الحكيم ودكتور جعجع ورجعي لخطابات مسؤولي القوات وأنا بالذات شو حكيم بالألفين تنعش ألفين تلاتاش عن هذا الموضوع نحن قلنا من الأساس أنه ننظر إلى مسألة النازحين السوريين بمسألة إنسانية ما فينا نتعاطة معهم إلا إنسانيا ولكن علينا تنظيم إقامتهم في لبنان على الحدود وطلبنا بمخيمات لأنهم على الحدود بالوقت التيار الوطن الحر والسلطة والحكومة واللي كانوا مستلمين السلطة به دي كل وقت والتيار الوطن حركنا عنده 11 وزير شو قالوا ما بدنا نعمل مخيمات لأنه بتذكرنا بمخيمات الفلسطينيين بدنا نردهم على سوريا بس تنردهم على سوريا بدنا نفتح علاقة مع النظام السوري نحن كنا ضد فتح علاقة مع النظام السوري بذلك الوقت وقلنا العلاقة التقنية يعني أجهزة عم تتعاطى مع بعض على الحدود موجودة شو في داعي أنت تطبع رسميا مع النظام السوري لأنه كان هدف السلطة وقتا اللبنانية أنه تفك عزلة النظام السوري لأنه حليفة طيب من هالمنطلة نحن كنا ضد هاي مش ضد دفعوا إلى سوريا بس كيف ديك تدفع خلني انهي شو ريتا هكتير مهمة انهي هاي الفكرة أنا ما بحب أصحاب كتير بس أنه هكتير مهم أنت ما فيك ولا عندك القدرة ولا حتى بشكل إنساني فيك تعملي العمل إنك تجمعيهم عسكرية ونجيب الجيش يلقطون ويكبهم داخل الحدود السورية ويجي جيش السوري يقتلون ما فيك تعملي أصلا العالم كله بيقوم عليك ولو فيهم يعملوها كانت عملتها السلطة ما أنا كنت السلطة هني كانت السلطة إن كان التيار وإن كان حزب الله وإن كان كل اللي قاموا صديقك الرئيس مئاتي كان السلطة بوقتها ونقى بالنفس وصديق لا بس أصدي إنه إنه موقتها مزبوط مئة أنا موفى ماي بس وقتها مش إنه التيار كان هو السلطة لا لا كان بالسلطة كان بالسلطة طيب هل أحسب أنا اللي ما كان عندي ولا وزير ولا يحسب التيار اللي عنده 11 وزير لا أنا سؤالي أنا بدي حسب التيار لكن دعني ما بديك ونوصل لقناعة أنا لا بدي حسب التيار ربدي حسب هو قال بدي ردهم وأنا قل تنظملهم مخيمات واثنين فشلوا لهو يبردهم ولا تنظم وجوداً هلأ وصلنا لهون شو لازم نعمل نردهم لازم نرحلهم لأنه تغير الواقع ليش تغير الواقع لأنه اليوم الدول الخليجية طبعت ورجعت ورجعت علاقتها مع النظام السوري مثل ما بتسموه لا نطرنا غيرنا لا شو بدي من الدول الخليج لا لا ريتا ما إلا علاقة ببعضها إلا علاقة بالواقع بالوضع السوري الأمن ما بحرب بسوريا يا عمي نحن بحرب نحن نهلها بحرب ووضع الأمن سيء جداً بسوريا ما بحرب واللي عنده مشكلة مع النظام السوري أمنية بيقدر يخدوه على المناطق الثانية ما في مشكل يعني بيتدبره نقلته على المناطق السورية على المناطق السورية المحررة من النظام أو اللي ضد النظام واللي ما عنده مشكلة اللي عم بيروح ويجي واللي انتخب بشار واللي كذا يروح الله معه شوفي ريتا انت ما عندك مشكلة معك ألف ألفين ثلاث تلاف شخص ونهودي كل عمرو موجودين هون صح انت عندك مشكلة مع واحد عم بيقبضه جاب عائلته طي يقبضه انت عندك مشكلة مع مخطط أوروبا انه يبقيون هون هين مشكلتك مش مشكلتك بالمعتر السوري اللي صار عنده حرب وهرب لهون واجه قاعد هون وقاعد عم بيقبض هون وماشي حاله هون طيب وليش صار في اعتداءات على الناس المعترين لالأسف وقاعدين هذا الموضوع بشكل كامل وما في أي نفس قواتي بهذا الموضوع ممكن يكون قواتي اخترفها ايه فليحاكم ايه طبعا نحنا ضد هذا الموضوع بشكل واضح ونحنا ضد العنف بهذا الموضوع عيب بهذا شيء ما منقبله واللي أخطأ هدا الخطأ فليحسب مما كان يكون نحنا بكل احترام بكل مواد حتى عم نطلب منهم ويحيي هلأ بالكورة قبل ما اجي لعندي كن عندي اجتماعات بالكورة انا وزميلي جورج عطالة والاتحاد ما بشوف كل اللا سوا بيبكركي سوا بي على خط الرئاسة سوا شو زعلاني ولا مبسوطة عم بسألك شو الوضع بس انت زعلاني ولا مبسوطة انا كل شيء بيقربها اللبنانية مع بعضهم برافو عليك هدا اللي كنت ناطر منك ان شاء الله الجهود اللي عم نعملها انا وزميلي جورج توصل لنتيجة منيها ما بنكون زالانين ابدا المهم انه هلا كان عنا اجتماعات مع الاتحاد مع رؤسة الاجهزة الامنية مع المحافز الاي مقام حتى وزير الداخلية رئيس الحكومة كلهم حطينهم بالجو تنخلي بعض التجمعات اللي غير شرعية واللي غير مريحة امنيا بالكورة لانو هدا شيء مش مقبولي ضل وهيدا هو شغلنا اليوم مبارح كان عنا جلسة بمجلس النواب الغطس سياسي صار موجود ما بقى في حدا من الاجهزة الامنية تقول ما في غطة سياسي واضح دكتور رح امره سريعا على الملفات بما انه بلش الوقت يركض بملف رئاسة الجمهورية ذكرت بالتقاطع اللي صار على جهد ازعور اللي البعض بيعتبروا انه ما كان تقاطع جد وما كان ترشيح جد بل جيب 59 صوت ممتاز هلا في ضخ معلومات لو ما في ضغط كتير 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 كبير كان يجيب اكتر كان يجيب 63 عبر و 60 مم ما هو الضغط صار تما يوصل لهيدا الرقم الضغط مش تما يوصل لهيدا الرقم الضغط كان لحتى ما يكون في رأي جمهورية مم هلا نحنا وصلنا لهون السنة وتسعة الشهر تقريبا نقل شوي على الفراغ الرئاسي للأسف في معلومات بالصحف هول اليومين كتير عم تنحكى انه الرئيس قبل شهر قاب حكي جرايد ولا بعدنا بالفريزر ما تعلمنا كل شهرين تلاتي بيطلع لك شي وسيلة آلمية أو تسريبة آلمية 15 أيار أنا ما بيخد بيدا الكلام أبدا ما حدا في حدد وقت الشهر الوهيدة فينا نحددها الرئيس بالري دعي لجلسة مفتوحة مظبوط في ضغوط ستمارس على الرئيس بالري خاصة انه صار فيه سنة على الآخر دعوة تمارس 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 منا أول شي بطريقة إعلامية وطريقة الاتصالات ولما دعا لطاولة حوار ردينا عليه بأنه دعمنا حركة تكتل المبادرتهم اللي هي نوع من حوار حقيقي يعني حوار بس بدون طاولة حوار يعني بدون عرف يعني حوار اللي عم بيصير يعني لك يخذي مثلا شهلتين تمديد لقائد الجيش صار حوار بين بعض الأطراف وراحوا مددوا بطلب خارجي لا 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 مش بطلب خارجي مخاص لا لا مش بطلب خارجي ريتا بخوف على 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 فراغ في قيادة الجيش مرح شارعك أوكي ما في أهية مننا نتهم بعضنا إشياة مش مظبوطة بس صدقيني تتقدري تفهميني وأفهمك خدي بكلامي وبيخد بكلامي أوكي أكيد منع عملية هي لو جاءت لكي الضغط الخارجي ما كان طالب بس في ضغط أمريكي دكتور ما زال عم نحكي الأمور بأسماء أبدا بس الأمريكاني مش عم يضغط بشي حتى برئاسة الجمهورية بقيادة الجيش ما ضغط الأمريكي حتى بقيادة الجيش بيلاقي بديل عنه ومش مشكل ليش جوزيف عون يعني رابي بأمريكا يعني ولا أمريكاني جوزيف عون بالأساس هو تعرف مين من أقرب الناس لميشيل عون يعني شو مانا الأمريكان هين كتير على هن الممولين هن المدربين وهن كل شي بيجيبوا محل جوزيف عون وبيتبنوا وما عندهم مشكل الأمريكاني مش صعب عليه يتبنى مين مكان الأمريكاني اليوم بيقلك تفاهموا معنى بيهبري وانتي بتعرف يعني بين تهديد بالعقوبات صاروا أنه تفاهموا معنى بيهبري يعني ما عندهم مشكل الأمريكاني ما نحط قصصنا ما هل قدي سألينين عنا الأمريكاني بدهم بس ما أنه من قتل بعضنا ربما أو ما يصير في حروب فلعامل الأمني بالنسبة لألون أساسي بس أنه تهجيش يضلوا ملغط لا نحنا كان بيعنينا أنه تمديد لقاء الجيش لأنه نحنا كان عنا رضا عنه خلني يا أنتك إشالي مبارح مبارح قصة الجلسة بالنسبة للموضوع السوريين غير الشرعيين على الأراضي اللبنانية طيب هيدا شو اللي تمامها حوار حوارات بس حوارات كيف مش طولت حوار تصير تصير عرف ما بتعوضي فيك تجيب رئيس جمهورية أو رئيس حكومة إلا هيك بكرا هني بيقدروا ثناء يجيبوا نبيه بره ولا غير نبيه بره رئيس الحكومي أو بكرا يجددوا له مش بيصير فيه تجديد ثقة أوكي طيب شو رأيك بكرا يطرعوا بعض الأفريقاء أنه بدى طاولة حوار تاني جدد ثقة نعم شو رأيك بقى ما بيعود في شي اسمه دستور ولا قانون ولا ديمقراطية ولا شي صار كلها عملت طاولة حوار ومشدات ومحاصصات دكتور رح روح بخيارات سريعة بدى هيك نتنهي فيهم الحلقة جبران باسيل أو سليمين فرنجية للرئاسة اتنين لا يا لطيف يا لطف طف وهلأ بعدها كان بتقلي وأصحاب مع جوج عطلة وأصحاب وإذا ضلوا لا جديا هلأ إذا عبعتيك بس هل خيارين ما بمشي بولا خيارين ولا واحد سامي جميل أو يومنا جميل لا أنا سامي جميل بالنسبة لأينا يعني نفس الخط نحن وياه بتعرفي يومنا بسألك عن يومنا لا لا أكيد لا مش يومنا أكيد سامي اللي هو نفس الخط نحن وياه من أي متى كان عندك انتقادات كبيرة لسامي وليش هلأ يومنا شو اللي مش عاشبك بيومنا هي أنا ما كتير بعرف كتير عن يومنا يعني مني متعاطق أنا وياها بس يومنا هي كانت واضحة بآخر فترة يعني خطة سياسة وشو اللي عم تطرح وما بوافق علي أنا بوافق وسامي ليش بيرجع بنتقده وبيرجع بنتقدنا سايب انتباشير الجميل دكتور عراسي وعيني يعني عم تكونوا ملوكيين أكتر من الملك لا سمح الله بهذا الشي هلأ أول واحد تكون عندها بالبيت وبساعدها بس أنه مش رئاسة جمهورية ومش بمراكز سياسية لأنه طرحة السياسية صار بعيدة كتير يعني اللي طرحته بالفترة الأخيرة بعيدة كتير لا يا نحن سامي متلنا بعيد يعني بتشوفها أنه هي عم بتمت جسور تلاقي مع المكون الآخر هيك يعني ما بعض شو عم تعمل ماني ماني لا على أي أساس وصفته ببعيد مرة أريد هيكي طرحات السياسية بعيدة كتير عننا بعيدة كتير ابنة مؤسس القوات اللبنانية طرحاتها بعيدة عن القوات أين مشكلة وين مشكلة ما في مناعي لكن لشي ويراتي القصة عنها منا ويراتي عيني مان مين سامير جع جع ما كان بايوا لمسؤول سياسي ولا شي يعني نحن القيادة عنا ما لأنا زعامة دكتور وعدتوا الناس ونحن صار عم نسجل حلقة بذكرى السنتين على الانتخابات النيابية صحيح زردك تعمل مراجعة خدعتوا الناس بشعاراتكم أكيد لا أكيد لا ونحن بدنا ونحن فينا ونحن من نزل ونحن من استعيد الشرعية ونحن من رد الدولار كانوا جابوا رئيس جمهورية مين ومنعهم نحن وغيرنا تقاطعكم مع التيار نحن وغيرنا يعني الفيتو المسيح نحن وغيرنا معناتها النيي صادقة النيي صادقة هلا قديش بقدر بعمل طيب أنا عندي فحص بالجامعة بيجي والدي بيقلي دارس منيح بقلو ايه محضر مزبوط ايه انا ما كنت صادق بمعركتي بمعركتي مع هالفحص انا رايح على معركة زمنه اربع سنين عطيني ثقة الشعب اربع سنين نعم اوكي لح ايجي يقول له بعد اربع سنين شو حاولت اعمل وين انجحت وين ما قدرت انجحت بس انا مشكلة الدولة يا ريتا انا تساطعشر نيب وحزب كبير وقطب لبناني نعم عم بعمل قدمة فيي في اشيه كثير ما عم خلي الطرف التاني يعمل وما ننسى ان الطرف التاني عنده دعم كتير كبير اقليمي وداخل حتى دعم دولي لا ما بيجوا بيفاوضوا معه ما بيفاوضوا مع الدولة اللبنانية تتشوفي هالي شو هال قصص وهي دي اللي لازم نحكي فيها ريتا يعني انا بحترم حلقة يكوني قاشك كتير مني هاي قصص لازم نحكي فيها لو كنت وصلت له من انطلاقا من انه وين دور القوات اللي وعدت الناس فيه هياها لا قرار الحرب والسلم اللي كن علاقة فيه ايه بس مش نونام ولا المفاوضات الخارجية بس مش نونام عم نوقف بوجهون قولي للتسوي اللي كانت عم تنبحث مع الدول العالمية تتحد تتهدي شمالي اسرائيل تيرجع يحاولوا حزب الله شرطي لشمالي اسرائيل متل ما كان من 2006 لحرب غزة حرب غزة حزب الله حامل الحدود لحرب غزة لو ما صارت حرب غزة كان بعدها مستمرة ما كان صار شي طيب قولي لي هايدة التسوي اللي كانوا عم يجربوا يعملوها هالأشهر الماضي طيب كيف فشلت انتو أتشطوا لا مش نحنا فشلناها نحنا واجهناها لأنه ما مقبولة يكون في تسوي رئاسي مقابل انه يكون شرطي لإسرائيل هو تمام هو عنده مطالبه ايه انه بالميزان تحكى فيلك هو عنده مطالبه بس هو واحد من مطالبه يحط ايده على على الإدارة اللبنانية وعلى القرار اللبناني واحد من اللي بتسهله هذا الموضوع فنحنا عم نواجهها لكن ريتا كلها الدعم هيدا مفاوضات دولية وكذا من وين في بجر نحنا مش نحنا لوحدنا برجع بقول نحنا وغيرنا بس نحنا واقفين هلأ وين بقدر بوصل بعد أنه سنتين للانتخابات ربما أوصل لكثير ريتا وربما ما أقدر أوصل بس لحيبين أني أنا أعطيت قديش بقدر أوصل على قد حجمي على قد حجمي ما قدر بعطي دكتور بدأ إنهي الحلقة ذكرت أنا عم نبش أنا عم حضر الحلقة بس كنت عم بقلك جالي شوفي كيف الدول ما خلت الدولة تكون دولة والدولة تصير قوة من الدولة من وقت مفاوضات الإفراج عن عظم أو جسة رون أراد نعم مع مين فاوضت القوة الدولية مش من خلال الدولة لبنانية فاوضت مباشرة مع حزب الله نعم بتتعاطى الدول بأمر الواقع سياسة الأمر الواقع هي اللي اليوم سيطرة بالعالم كله يعني اللي بيحملوا سلاح وبيزعج وبيخوف بروح بيحكوا معه واللي قاعد عاقل ومحترم الأوانين وكذا خلالها هذا من طمنيم بالنا في بعض الأصوات بتحكي إنه القوات عندها نية راجعة لسلاح أبدا وفي معسكرات تدريب عوز بالله مش دقيق هذا الحكي لا يكون لبنان مساحته مثلا من مساحة أمريكا وفي شي هاكي زاوية ما حدا بيقدر يشوفها عن كل لبنان فشختان ولك يا ريتا دكتور بتتذكر لما لا معنا هنية معنا هنية سؤال وتعرفي الحروب لا تأخذ بالنيات تأخذ بالتمويل وبالسلاح وبالتدريب شو رجع التمويل السعودة عم نقرأ هاك وقد ما بدك فيما صاري وليك ياه ياه قد ما بدك يلا قد ما بدك نحنا بحط التيفي معنا وليك يا ريتا هلا قعدكن غير قصص لك يا دكتور شو خاص دكتور رئيس الحزب بحسبكون يعني كنت عم برجع شوي وقتا بتذكر وقتا خطابك وضيعت الوراق وطلع لأونتونات تلاقي لك الوراق ليش تلبكت انت بترتجل عادة فعلا شو بحسبكون ما تلبكت ما تلبكت ما تلبكت كنت جاهز اني احكي هيك بس الحقيقة كنت شاغل على خطابي ومضبوط ما حيبب وهو موجود يعني بس انو طلبته تيوصل لي يعني هايدي اللي اللي اخرت بالكاد أربعين سيني بس لأنو موجود فيني احصل عليه لو ما انو موجود ما فيني احصل عليه كنت ارتجلته بس لأكيد بحسب بس بحسب بالأمور الأساسية أو بشي اداء بمسان شي اداء غلط صار على عشاشات خروج بعض الشخصيات من القوات خيرين بس كتير لي بمحسبته انتبه يعني كتير لي لدرجة انو هو عم بيحكي مايك بيفرجيكي وين أخطأتي بفرجيكي وين أخطأتي دكتور بس في حضا بيحترم كل رعلا بس بيحسم ممتاز نايب شانت جنجينيان حضر ترويئة خرج من القوات انو مثلا لا لا مش كرمال ترويئة اللي جماعتو بجوبران باسيل لا 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 في أطراف هي كنتارفي منو الحزبيين هنا او كانوا يعني بتكتل ان كان شانت ولا غيرو يعني في ثلاثة بس في خيارات بتبقى استراتيجية ما فيك تسامحة فيها يعني مثلا بيكونوا واحد اتنين ثلاثة اربعة ما بدي سميها اخطاء بس اختلاف بالرأي أو كذا أخدوهم وبدون ما يتشاوروا نحن نتشاور مع بعضنا نحن مناخدوا ونعطى مع بعضنا شو رايكون هان مناسبة بروح بحضرة ولا ما بحضرة في مناسبات الى رمزيتها ضد القوات وفي مناسبات الى رمزيتها بتشكيل مجموعة ضد القوات وفي مناسبات لا في رمزية منو üzerim احضر لحو نحضرت انا مثلا بحضر مثلا لقاءات زميلي جورج عطالله بالكورة قبل ما شو قال عم بشوفوك مع العونية بالمطاعي يا دكتر اي 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 اكيد ولا ما نعشو منعض مع بعضنا عطول وعونية بينوجدوا مع قوات وكذا لا اصلا بالكورة قوات وقومية وعونية ومردي وكلنا مع بعضنا منعض مع بعضنا بس اللي كشاري يعني في شي رمزي ما فيك تحضري لها متكونوا يوافقتي على الكنتكست وعلى الشعار المطروح وفي شي بيمرق بطريقة بسيطة يعني منشارك بعضنا ببعض الأمور اللي هي ما حضرتك نايب عملت اول مرة بال 2012 بعدين بال 2018 ما دخلت الندوة البرلمانية رجعت كفات نايب بال 2022 يعني باع طويل مع الرئيس نبيه بره بتوافق رئيس حزب القوات انه شيخ المهضومين نبيه بره ايه عنده سرعة سرعة بديها فضيعة عنده ثقافة كتير كبيرة ثقافة ادبية كتير كبيرة يعني عنده دايما القول جاهز عنده بالشعر وبالأدب العربي فعلا ونبه يعني نبيه ونبه هلأ ما منوافق على سياسته اكيد ربما لو ما كان في تهديد وجودي ما كان هالمشكلة بهذا السؤال والجواب رح اختم حلقتنا شكرا كتير لألك انيب الدكتور فادي كرام عضو تكتل الجمهورية الاوية اهلا وسهلا فيك معنا وان شاء الله ما نكون زعجناك ابدا بعتقل ايه انا كمان كتير مبسط بالحلقة اهلا وسهلا فيك مرسي مرسي لألك شكرا شهدتك من اعتز فيها هيك مشاهدينا ممكن وصلنا لختام حلقتنا شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة